هو طبعا يجب على الرجل ويجب على المرأة لكن المرأة يجب عليها بشروط بشروط معناها شروط الوجوب تسيد فيها المرأة على الرجل والأمن على نفسها وعلى شرفها بأن تجد رفقة مأمونة تستطيع سير فيها آمنة على نفسها وعلى شرفها لأن الغالب أنها دفاعها ضعيف قوة دفاعية عندها ضعيفة والنظر إليها كذلك نظر أقوى من الرجل فبالتالي من شروط الوجوب عليها أن تجد من يحميها سواء كان ذلك في إطار رفقة مأمونة أو كان في إطار ولي أمر يسير معها ولو ولدا صغيرا ولو لم يكن معها مصاحبا لها لأن القضية ليس قضية صحبة وإنما هي قضية أمن حتى ولو كان في الرفقة ولم يكن بالرفقة التي معها لكنها تستطيع أن تستنجد به وهذا اختلف طبعا في عصرنا عما كان من أول لأن وسائل الاتصال الآن بالطريق التلفون أنا فيه واحد أو أنا خاف كذا ويتصل مباشرة لذلك الآن أصبحت الآن البعثات فيها أمن لم تكن من قبل فيها لأن فيها أمن وكذلك الدولة التي تقصد للحج المملكة توفر احتياطات أمنية في كل المواقف السفر كذلك أصبح الآن في الطائرة هذا شيء يجعل على المرأة الحج واجبا الحج واجبا لأن معناه اشتراط أن يكون معها محرم لأنه أصبح الآن ضعيف أنا نادر لأنه إذا كانت تجد مثلا السفر في الطائرة طائرة آمنة فيها أمن في الطائرة داخل الطائرة بالضبط صحيح وتأمنوا على نفسها فيها وفي المطارات أيضا ليس مثلا السفر الذي كان في البر إذا كانت كذلك البلاد التي تصل إليها تأمنوا فيها على نفسها فيها أمن كذلك اختلف فمعناه أنها الآن أصبحت قضية احتياط هي عليها مكلفة ولها الجزاء معناها الشريعة عليه السلام يلمت رئي أن تحرمها من مشاهدة هذه المناسك ومن مشاهدة هذه الرحمات التي ستنزل فعطتها ما أعطت للرجل منها لكن في إطار حفظ شرفها وحفظ كذلك نفسها اشتركوا في القناة